الاجراءات التي اتخذتها السعودية بحق لبنان كانت محور تشاور بين رئيسي الجمهورية ميشيل عون والحكومة نجيب ميقاتي الذي أجرى ضاحق انتصالا بوزير الأعلام جورج قرداحي وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة علاقات لبنان العربية وكان الرئيس ميقاتي قد أعرب عن أسفه لقرار السعودية وللاجراءات التي اتخذتها وذكر بما قاله عن أن موقف الوزير قرداحي الذي أعلن عنه قبل توليه مهامه الوزرية لا يمثل رأي الحكومة وتمنى أن تعيد المملكة النظر بقرارها مؤكدا رفضه القاطع لكل ما يسيء للعلاقات العميقة معها ونشد ميقاتي القادة العرب المساعدة على تجاوز هذه الأزمة وفي ردود الفعل اللبنانية أيضا قال الرئيس طيار المستقبل سعد الحريري أن السعودية وكل دول الخريج لن تكون مكسر عصى للسياسات الإيرانية وألقى بالمسؤولية على حزب الله متهما إياه بإشار العداء للعرب ودول الخليج العربية من جهته دع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأكثرية الحكومية لاتخاذ قرار سريع وحاسم وواضح لتجنيب لبنان المزيد من المآسي على حد تعبيره ودع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليل جبلاط من ناحيته إلى إقالة الوزير قرداحي قبل فوات الأوان وفي الصياق نفسه اعتبر رؤساء الحكومات السابقون فؤاد السانيورة وتمام سلام وسعد الحريري في بيان المشترك أن استمرار قرداحي في الحكومة أصبح يشكل خطرا على العلاقات اللبنانية العربية أما وزير الداخلية بسام مولوي فقد شدد على أمن وأمان السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي وسلامتها من كل تعرض لمجتمعاتها رافضا عزل لبنان عن العرب بدوره وجه المفتي الجعفر الممتاز الشيخ أحمد قبلان كلمة أخوية للمملكة العربية السعودية بكل صدق ومحبة ونصيحة قائلا المنطقة ممزقة والعرب في قلب العاصفة والمزيد من التمزيق يعني مزيدا من الكبوس الذي يطحن العرب والرياض كانت جزءا من الحلول اللبنانية فلا نريدها خصما للبنان ونحن شيعة لبنان وقواه الوطنية نصر على سعودية بحجم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وبخصوص حزب الله والإرهاب لفت قبلان إلى أن حزب الله كبوس الله على الأرهاب التكفيري والصهيوني وهذا لا يحتاج بينا ولا شهادة ونصيحة للرياض من صميم القلب الطريق لبيروت قصير جدا ونحن إخوة بالله الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر أصدرت بيانا قالت فيه أن الأزمة تستوجب من جميع اللبنانيين وسعوديين ودولا عربية القيام بمراجعة ذاتية وبدء حوار صادق صريح ومباشر على قاعدة الأخوة وفي ضوء التحولات الكبيرة الحاصلة لتحقيق المصالحة الشاملة وتنقية العلاقات وتجديدها بما يؤدي إلى مأساستها واستقرارها ونموها فلا يعود للآراء أو للمواقف الفردية أي تأثير سلبي عليها من ناحيته دع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان الأخوة في المملكة بشكل خاص والعرب بشكل عام إلى إعادة النظر في الإجراءات التي اتخذت قائلا إننا نود أن تكون لدينا أفضل العلاقات مع محيطنا العربي بدوره قال النائب أجوب باكردونيان أنه لا يمكننا التطلع إلى موقف الوزير قرداحي من منظر واحد وعلينا أن ننظر إلى الصورة بطريقة أكبر ورأى رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أن تصريح قرداحي ليس غلطة وزير بل مسار هدفه أخذ لبنان إلى مواجهة مع أصدقائه ترجمة نانسي قنقر